بسم الله الرحمن الرحيم واد يمكر بك الذين كفروا ليتبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم بعد مضي سبع سنوات عجاف من التدخل خارج الآتم الذي دمر بلادنا ومؤسساتها وافقد شعب وشرده واستنزف ترواتي السيادية ومزق نسيجي الاجتماعي وحال ليبيا بورة للارهاب العابر للحدود وفقد فيه المواطن الأمن والأمان والعيش الكريم إلى قبائلنا المجاهدة الصابدة التي عانت الإقصاء والتهميش والعدوان إلى المدن العريقة الصابرة إلى المهجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلى حرائر ليبيا الطاهرات اللواتي أرغمنا على مغادرة بيوتهم وثرك تعليمهم والوقوف في طوابير طويلة أمام المصارف والمخابز إلى الكفاءات العلمية التي هجرت والتي عطلت في الداخل لتحرم بلادنا من التقدم والازدهار إلى الشباب الليبي المعطاء الذي حولوا الأعداء إلى عصابات مسلحة تقاتل بعضها إلى أسادة الجامعات والمعاهد والمدارس الذين يعرفون مأسهات التعليم وظهور شبح الأمية من جديد إلى الأطباء والتواقم الطبية المساعدة الذين يدقون جرس الاندار بعودة الأمراض السارية من جديد والتي قد اختفت منذ منتصف سبعينات القرن الماضي إلى التكنوكرات والمصرفيين والخبراء والاقتصادين والماليين الذين يعرفون سينياريو الفلاس الذي يتعرض له بلادنا اليوم إلى العاملين في قطاع النفط المصدر الوحيد لقوة الليبيين والذي توقف بفعل صراعات بينما فياد التهريب والابتزاز إلى الذين اكتشفوا المؤامرة وعرفوا أن المستهدف هو الوطن وأبنائهم إن قيامكم اليوم بمبادرة التجيل في قوائم الناخبين وأظهار قوة الشعب صاحب السيادة لنقول لهم نحن هنا إن تجيلكم اليوم يعد استحقاق وطني أمنته الظروف وهي إضافة مهمة لمساند الثلدين سجلوا في الانتخابات السابقة وهم أغلبهم يتطلعون اليوم للخلاص من العبد والفوضى والعودة لزمن الاستقرار والتنمية ولا مجال الإقصاء واحتكار السلطة من القوة التي كانت سببا في تدمير ليبيا وجعلت منا بلاد تقتات على الصدقات والإهبات والمعونات اليوم بإثبات حضوركم السياسي تقطعون الطريق على الخونة والعملاء وشداد الأفاق إننا اليوم نتوجل القوة الوطنية الغيورة في الداخل والخارج لرص الصفوف من أجل ليبيا الغالية التي دفع أجدادنا واباؤنا وأبنائنا دمائهم من أجلها أيها الليبيون والليبيات إلى المتطلعين إلى غد المشرق في بلد ذات سيادة تتجسد في إيرات الشعب الحر في تقرير مصيره هاتوا أيديكم وافتحوا قلوبكم لتدفق إيرات الحياة انتصارا لشعب كثرة ألامه وجراحه والسلام عليكم ورحمة الله والله أكبر وللعزة الله حفظكم الله ورعاكم دمتم في رعاية الله